بسم الله الرحمن الرحيم رضو تنبيه المخاطب إلى ما يريد المتكلم قوله أما عن حروفه فهي أي وتستعمل لنداء القريب يا تستعمل لنداء القريب والبعيد وأيها وهي تستعمل لنداء البعيد أما عن حكم المنادى حكمه إذن بين الرفع والنصب متى يرفع ومتى ينصب يرفع المنادى إذا كان علما مفردا كقولنا يا أحمد يا فاطمة يا زينب إلى آخره أو إذا كان نكرة مقصودة كقولنا يا مرأة وإذا كان اسما معرفا بالألف واللام أيها المناظلون أيها الفلاحون إلى آخره النصب إذا كان مركبا إضافيا يا حرة نفسي مثلا إذا كان نكرة مصوفة غير مقصودة بالنداء كقولنا يا رحيما أما عن معاني النداء فهي إما أن يكون للاستغاثة كقولنا يا الله للضعفاء في استغاثة الندبة وقلباه يكون للتحسر يا حسرة على ضياعي في الوقت كما يكون هذا النداء إذن للتحقير كقولنا أيها المتقاعس أتركن إلى الراحة وتترك عملك فهذا فيه تحقير أما معنى التعظيم فنجده في قولنا مثلا يا عظمة الخالق يا عظمة الخالق فيها تعظيم وإجلال أما تعجب فإذا نجده مثلا في قولنا يا لغرابة سلوكه نمر الآن للتطبيقات التطبيقات إذن السؤال الأول إذن استخرج مما يلي ركني النداء ركني النداء مثلا هنا أيها الملاح وقف بين الحبور فتنة الدنيا وأحلام الحبور أيها إذن نلاحظ هنا أيها نداء حرف نداء إذن والملاح إذن هو المنادى وكما نرى الملاح هنا مسبوق بالألف واللام وبالتالي إذن فهو مرفوع ألا أيها الظالم المستبد هذا بيت لأبي القاسم الشابي ألا أيها الظالم أيها إذن والظالم كما نرى أيها هنا نداء للبعيد والظالم كما نرى يعني مرفوع يعني حكمه حكم الرفع يا أمة يا أمة هل عندك طعام نبتاعه يا أمة هل عندك طعام نبتاعه هنا كما نرى جاءت منصوبة حكمه إذن حكمه إذن النصب لأنها كما نرى هنا وكما رأينا قبل حين هي نكرة إذن جاءت نكرة إذن بالتالي فهي منصوبة كما رأينا إذن قبل أحين هنا هي نكرة موصوفة نكرة موصوفة يا أمة اسكل المنادة في الجملة التالية وعلى الحركة إعرابه يا غلام إذن كما نرى هنا يا نكرة هنا يا غلام إذن جاءت نكرة وبالتالي فحكم حكم الرفع يا غلام يا ليل يا ليل الصبي إذن هنا مضاف مضاف إليه فبالتالي تكون يعني منصوبة يا ليل الصبي متى غده متى غده قيام الساعة موعده إذن كما رأينا قبل حين إذن هنا الرفع إذا كان علما مفردا وإذا كان نكرة مقصودة وإذا كان اسما معرف بالألف والله والنصب إذا كان مركبا إضافيا كما نرى هنا يا ليل الصبي إذن دائما نعود إلى القاعدة لنتعلم يعني كيف يعني نضع الحركات إذن يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده ثم يا أعدل الناس كذلك مركب إضافيا إذن يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم المتنبي قال تعالى يا أيتها النفس النفس إذن ألف ولا كما ترون هنا وهذا منادى حرف نداء للبعيد يا أيتها النفس يا أيتها النفس إذن هنا كما نرى يا وأيتها يعني أيها مؤنف يعني أيها فنفسه هنا إذن كما نرى مرفوعة إذن كما نرى إذن وبالتالي لماذا لأنها يعني مسبوقة بالألف واللام كما علمنا نوصل مع التطبيقات ومطلوب مننا الآن أن نستخرج أدوات النداء مما يلي ونبين معانيها الجملة الأولى دفنتك اليوم يا بني ودفنت أخاك من قبلك ودفنت من قبلك وما أخويك فأنا في كل يوم أستقبل زائرا جديدا وودع ضيفا راحلا يا بني هنا كما نرى أدت نداء وهي إذن أدت نداء للبعيد أدت نداء للبعيد أزنبقة السفح ما لأراك تعانقك اللوعة القاتلة هنا هنا أدت نداء للقريب أي أخي قم لعملك باكرا قم لعملك باكرا إذن هنا نواصل هو المستعمر والمستغاث هو الشعب الضعيف شعب الضعيف يا لله من تارك الصلاة المستغاث إذن هو الله والمستغاث منه وتارك الصلاة يا للمنكوبين المستغاث 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 المنكوبين ممن قلبه شبم ومن بجسم وحال عنده سقم إذن حرف النداء الواو والمندوب إذن هنا هو حر قلبه يا أمه لبيت الله لبيت الله يا إذن حرف نداء وأمه مندوب أمه مندوب مندوب هنا إذن هو أمه نواصل مع التطبيقات وتحليل الجمل تحليل الجمل حل الجمل التالي بطريقة الصندوق يا لله للمساكين إذن يا حرف نداء إذن كما نرى هنا للاستغاثة حرف نداء للاستغاثة والله إذن مستغاث مجرور وللمساكين مستغاث له كذلك مجرور الجملة الموالية إذن هي يا الله من مصائب الدنيا يا الله من مصائب الدنيا إذن نعود لجملة الأولى إذن هي يا لله للمساكين يا حرف نداء للاستغاثة ولله مستغاث وللمساكين مستغاث له جملة الموالية إذن هذه جملة استغاثة تسمى جملة الموالية إذن يا لله من مصائب الدنيا إذن حرف نداء هو اليا والله مستغاث ومن مصائب الدنيا مستغاث منه هذه إذن جملة إذن استغاثة كذلك نمر إلى جملة الموالية وهي ومصيبتاه ومصيبتاه كذلك هذه جملة الندبة يسمونها جملة الندبة جملة الندبة وبالنسبة إذن وهو حرف الندبة كما يسمى ومصيبتاه هو المندوب يابتاه هل ي حرف الندبة إذن والمندوب هو ابتاه وهذه جملة الندبة هذا بالنسبة لدرس اليوم أتمنى لك أنكم قد فهمتم إذن هذا الدرس جيدا وأدعوكم إلى مزيد القيام بالتمرين والتطبيقات وإلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله